ايضا خلال ايام الاخيرة كان فيه مناقشات ما بين ادارة نادي الزمالك وجوزي جميز حول مصير اللاعبين الاجانب بالفريق جميز تمسك باستمرار سنائي مين هما؟ مين يا طرى؟ مين يا هلطرى؟ اكيد عارف حمزة المسلوسي وسيف الجزيلي بس بس وافق على رحيل ابراهيم نضاي وافق على رحيل كنيولا وافق على رحيل متيبة والمسلوسي هيفضل مستمر الجزيلي لو جاله عرض بمقابل مالي كبير لنادي الزمالك الزمالك هيسيبه يمشي بشرط انه يكون عارف يعوضه بمهاجم اجنبي اخر لكن كده كده المسلوسي مبدئيا مكمل والجزيلي غالبا مكمل بالمناسبة ابراهيم نضاي الايام اللي فاتت كان بلغ زماله انه خلاص مشواره انتهى مع نادي الزمالك وانه مش هيبقى موجود في المباريات القادمة للفريق الموقف بالنسبة لابراهيم نضاي ايه؟ حتى هذه اللحظة وما كانش موجود النهاردة وغالبا انتهى مشواره مع نادي الزمالك غالبا جوزي جوميز كمان بلغ قدارة نادي الزمالك انه عايز ست صفقات للموسم الجديد ست صفقات عايز اتنين في قلب الدفاع عايز مهاجم وعايز جناح دي طلبات جوزي جوميز لنادي الزمالك وطبعا لو نادي الزمالك ووفر له اكتر مش هيقول لا السواب يقول لهم على الاقل انا عايز ست صفقات دول في المراكز دي كمان خلال الساعات اللي جاية هيكون في جلسة داخل نادي الزمالك مع محمد عواد عشان تجديد عقده مع الفريق واستمراره مع الفريق هو بيتكلم انه يرجع اساسي تاني قبل الكلام فيه التجديد والزمالك بيحاول اكناه بالتجديد بغض النظر عن مشاركته اساسيا او احتياطيا خلونا نشوف الايام اللي جاية هتقول ايه دايما بنسمع عن كلام صبح هيمشي فصبح يشارك فانقول مش هيمشي عواد هيمشي عواد يشارك فعواد مش هيمشي دايما القصة دي في الزمالك والبالمناسبة ده حقيقة اللي ما بيشاركش في الاتنين بيبقى عايز يمشي يعني انا هشارك هاعد مش هشارك امشي الاتنين بيفكروا كده بالمناسبة طيب